السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اهلا بكم. ان شاء الله النهاردة نكمل مع بعض درس التقاثر في الانسان. تركيب البويضة والحوان المنوي فيها الانسان. الانسان عنده نوعين من الخلايا. فيه خلايا بنسميها خلايا جسدية. وفيه خلايا تسمى خلايا تناسلية. الخلايا الجسدية تشمل ايه? العزام والكبد والطحار والقلب. دي كلها بنسميها خلايا جسدية. الخلايا التناسلية تشمل مين? خلايا الخصية والمبيض. سواء الخلايا الجسدية او الخلايا التناسلية النواة كل خلية تحتوى على اجسام خيطية الشكل. ينسميها ايه? كروموسومات. يسمى كروموسومات. طيب الانسان في كل خلية كم كروموسوم? ستة واربعين كروموسوم. كان ستة واربعين كروموسوم. الخلايا الجسدية فها ستة واربعين. والتناسلية اذا فها كان ستة واربعين كروموسوم. طيب الكروموسومات ده هي دي بتتكون من حاجة اسمها الدي ان ايه? وبروتين. الدي ان ايه? بتكون من اجزاء صغيرة اسمها جينات. والجينات هي المسؤولة المسؤولة عن ازهار الصفات الوراسية للكائن الحي. سؤولة عن ايه? ازهار الصفات الوراسية للكائن ايه? الحي. طيب. الخلايا التناسلية ده هي دي متخصصة ان هي تكون الامشاج او الجامتات او خلايا جنسية. نفس المعنى. ها تكون ايه? تكون خلايا جنسية او بنسميها امشاج او بنسميها جامتات. ده كلها نفس المعنى. طيب. الخلايا جنسية ده هي او الامشاج او الجامتات. طبعا في عندنا نوعين. في اللي هي البيضات. البيضات وضية الامشاج المؤنسة. والحيوانات المنوية. وضي الامشاج ايه? المذكرة. طيب البويضات والحيوانات المنوية بتحتوي على نص المادة والرصيدة هي. يعني فيها كام? تلاتة وعشرين كوروموسوم. يبقى خلايا الجسدية والتناسولية فيها العدد الكامل ستة اربعين. اما البويضات والحيوانات المنوية اللي هي نسميها ايه? خلايا جنسية او امشاج او جامتات. فها كام النص. يعني مسلا مثال تاني. عندك مسلا الارنب. الارنب خلايا الجسدية والتناسولية فيها عندها كام اربعة واربعين كوروموسوم. ده اربعة واربعين كوروموسوم ده هوت الارنب لم يكون البوايدات و الحيوان المانويه هيكون فيها النص. يبقى فيهاATH2 كروميسوم يعني النص الماده ايه الوراسي. طيب هاني مقارنة ما بين البوايدة والحيوان المانوي. ومهمة غطي في الامتحان دايما. مقارنة بين البوايدة والحيوان ايه المانو. البوايدة. والحيوان المانوي. البويضة عبارة عن ايه? مشيج مؤنس. صح? طيب يبقى حمالة منوي طبعا مشيج ايه? مشيج مذكر. يبقى مشيج مذكر. يبقى اوض الحاجة. البويضة عبارة عن مشيج ايه? مؤنس. حمالة منوي مشيج ايه? مذكر. طيب عدو الانتاج. من عدو الانتاج في بويضة? براف المبيضان. يبقى عدو الانتاج المبيضان. طيب عدو الانتاج في الحمالة المانوية. الخصية تان. طيب الخصائص. البويضة بقول ان هي خلية ساكنة. خلية ايه? ساكنة. وكمان شكلها ايه? قروية. قروية الشكل. والحجم بتاعها بيكون كبير نسبيا في حجم محبة السمسي. انت مقارنة تم مين? بحجم مين? بحجم الحمالة المانوية. عشان كي بقول عليها كبير. طيب هي ليه كبيرة? ليه? بسبب ما تدخل من مواد غزائية. بسبب ايه? ما تدخلوا المواد ايه? غزائية. انت بتاعنا الحيوان المانوي. الحيوان المانوي بقول ان هو خلية متحركة بقى. العكس بقى هنا. يبقى دي ساكنة دي خلية ايه? متحركة. طيب دي كبيرة? لا دي بقى صغيرة جدا بقى. صغيرة جدا. مقارنة بمين? بالبويضة. طيب بالنسبة للبويضة بتتكون من ايه? اول حاجة بتتكون من نواة. و سايتو بلازم. وي سايتو بلازم محضب ايه? بغشاء بلازمي. وغلاف ايه? متماسك. غلاف خلوي متماسك. يبقى دي اسمه غلاف خلوي ايه? متماسك. يبقى نواة. دي بنسمها ايه نواة? وي سايتو بلازم. يحتوع على غزاء مدخر. يبقى دي اسمه سايتو بلازم. وغشاء بلازمي. وغلاف ايه? خلوي. غلاف خلوي. طيب النواة تحتوي على ايه? على نص المادة برسية. يعني تلاتة وعشرين كرمسوم. طيب ليه? حتى يكون عدد الكرمسومات كامل في الزيجوت. لما يحصل عمية اخصاب تندمج حواليا منوي مع نواة ببيضة. ويتكون الزيجوت يكون عدد الكرمسومات ايه? كامل في الزيجوت. طيب سايتو بلازم. وانا بيحتوى على الغزاء المدخر. طيب سايتو بلازم محط بايه? بغشاء بلازم. وهنا عندك ايه كمان غلاف خلوي ايه? متماسك يحيط بالخلية من الخارج. طيب بالنسبة حواليا منوي بيكاو ومين. شكرا شكرا ده نشارك لبين الحيوان المانوى. بتكون من اول حاجة رأس وقطعة وسطة وزيل. كون من ايه? رأس وقطعة وسطة وزيل. طبعا الرأس تحتوى على ايه? تحتوى على النواة. النواة. وان النواة برضا كفاها ايه? نص المادة ورصية. يبقى اوجه التشابه بين البوايد وحما المانوى ايه? ان كل من هما في النواة تحتوى على ايه? نص المادة ورصية. طيب الكتعة الوسطة تحتوى حاجة اسمها ايه? الميتو كونديريا. ودي ليه? عشان تولد الطاقة اللازمة لحركة مين? الحيوان المانوي. طيب والزيل. ده بيكون طويل ورفيع. ودي مسؤول عن ايه? حركة الحيوان المانوي. اللي كهي ياصل مين? للبوايدة. يبقى تاني. رأس. كطعة وسطة وزيل. رأس. نواة نص المادة ورصية. كطعة وسطة. تحتوى على الميتو كونديريا. المسؤول عن توليد الطاقة لحركة حيوان ايه? المانوي. الزيل المسؤول عن ايه? حركة الحيوان المنوي لوصول الى ايه? الى البويضة. طبعا بالنسبة الامشاج المذكرة والامشاج المؤنسة. يبقى مع مقارنة ما بين الامشاج المذكرة والامشاج المؤنسة. الامشاج المذكرة في الانسان الحيوان المنوي. طيب في النبات? وباللقاح. طيب الامشاج المؤنسة في الانسان البويضة. طيب وبين نباتات الزهرية? هم? البويضات. تعال نشوف بقى الاخصاب وتكوين الجنين في الانسان. الانسة في الغالب بتنتج بوايضة ناضجة في اليوم الرابع عشر. في اليوم ايه? الرابع عشر من بدء الطمس. من بدء الطمس او الدورة الشهرية. يبقى ما اقول لك اكمل. تنتج الانسة في الغالب بوايضة ناضجة في اليوم نقط. يبقى اليوم ايه? الرابع عشر من بدء ايه? من بدء الطمس. طيب. اسنانها عملية التزاوج. اسنانها عملية ايه? التزاوج. الزكر بيفرز ملايين من الحياة المانوية. يعني في اليوم الواحد بيفرز حوالي كان 2 بليون حيوان منوي. كان 2 بليون حيوان منوي. يعني حوالي من خمسة عشر الى 200 مليون حيوان منوي لكل مليليلتر. لكل مليليلتر بتلاقى ده كيفي? من 15 لمتين مليون حيوان منوي في كل مليليتر. اثناء عملية التزاوج الاوعي всехر بيفرز ايه? اعدادها الى محاوات المنوية. هذه الحاوات المنوية بتنتقل مين بقى? تنتقل مين? او الحاجة من المهبل. تنتقل مين? المهبل. ثم الى الرحم. ثم الى ايه? كونات فالوب. يبقى المصارف. يبقى سنة عملية ايه? التزاوك. الزكر بيفرز ايه? عددها الى محاوات المنوية. تنتقل منين? او الحاجة بمهبل. ثم الى الرحم. ثم الى كونات ايه? طيب. اللحنانات المنوية بتهاجم البويضة دي اسمها بداية قناة فالوب دي دي اسمها نهاية قناة فالوب. اللحنانات المنوية بتهاجم البويضة في بداية قناة فالوب. يبقى تهاجم. اللحنانات المنوية البويضة فين? يقول لي مسلا في نهاية اقول له غلط. في بداية قناة ايه? فالوب. اللحنانات المنوية بتفرز ايه? بتفرز انزيمات. هم? تفرز ايه? انزيمات. ده مرة مواد الكيميائي. مش هرمونات بقى. لا انزيمات. انزيم اسمه الهيالو يورونيز. انزيم اسمه ايه? الهيالو يورونيز. تم على تفكيك الغلاف الخلوي المتماسك. تم على ايه? تفكيك الغلاف الخلوي المتماسك. لمين البيض? يبقى عندي هنا الحمال المنوي بيفرز ايه? انزيمات او مواد الكيميائية. تم على تفكك المغلاف الخلوي او متماسك لمن? للبيضة. حيوان منوي واحد فقط. يتمكن من اختراق الغشاء البلازمي للبيضة. يبقى حيوان ايه? منوي واحد فقط. استطيع ايه? اختراق الغشاء البلازمي لخيرات البيضة. طيب بعد كيه بحصل ايه? ايه النتاج من التبع لكيه ايه? البوايضة تحيط البوايضة نفسها بغلاف بيمنع دخول اي حيوان منوي اخر. يبقى او ما حيوان منوي يخترق. كانت تشاء البلازمي للبيضة. البوايضة تعمل ايه? تغلف نفسها بغلاف يمنع دخول اي حيوان منوي ايه اخر. طيب بعد كيه بحصل عمية الاخصاف بقى. عمية مين? الاخصاف. ازاي? تندمج نوايات الحيوان منوي مع نوايات البوايضة. طبعا الحيوان منوي في كام كروموسوم تيتاو عشرين. والبوايضة تيتاو عشرين كروموسوم. والكون عنده ايه براف? الزيجوت. كون الزيجوت او اللقاحة او بوايضة ايه? مخصبة. تحتوي على كام بقى? ستة واربعين كروموسوم. يبقى تاني حديد تاني. يحديد نوايات الحيوان المنوي. عشرين كروموسوم مع نوايات البوايضة. عشرين كروموسوم تكون عند ايه? الزيجوت ستة واربعين ايه? كروموسوم. طيب. بعد كيه حصل ايه? تنتقل بقى البوايضة بقى. مخصبة. من بداية كورونات الى الرحم. تاني تنتقل من اين? من بداية كورونات الى تنغرز فين بقى? في بطانة الرحم. واسناء الكلام دهوت وهي حصل بقى عملية ايه? انقسام متتالي. في الزيجوت ويكون عند ايه? الجنين. يحصل عادة ايه? عادة انقسام متتالية. ويكون ايه? الجنين. والجنين ده هو بقى ينمو ويكون مين? فرد جديد. هذا الفرد بيجمع بين صفات مين? الفردين الابويين. الفرد مذكر والفرد ايه? المؤنس. يبقى الاخصاب في الانسان. لما قد عرف الاخصاب في الانسان. اقول له ايه? هو اندماج نوايات الحيوان المنوي. مع نوايات البوايضة لتكوين الزيجوت. طيب. فترة الحمل في الانسان. هي ايه فترة الحمل? الفترة الزمنية. بين عملية الاخصاب وعملية الولاد. تاني. فترة زمنية بين عملية الاخصاب وعملية ايه الولاد? وهي حوالي تسعة اشهر. كم شهر? تسعة ايه? اشهر. عمر الحيوانات المنوي دهيت. عمرها قد ايه? عمرها حوالي من اتنين الى ست ساعات داخل المهبل. يبقى داخل المهبل كان من اتنين لست ساعات. طيب. لو استطاعت بقى ان هي تختارك عنق الرحم. عنق مين الرحم? تستطيع انها تعيش كم يوم? ثلاثة ايه? ايه? ايام. ليه? لانها بتتغزى على افرازات مين? الرحم. وفي اي لحزة ممكن يتم عملية ايه? الاخصاب. طيب ازا لم يتم اخصاب البويضة. النضجة. ايه لا يا سل? بطانة الرحم تتهدم. والشوعيرات الدموية ده هي تتمزك. ويخرج ايه? دم الحيض. يخرج مين? دم الحيض اللي هم سمها ايه? الدورة الشهرية. الدورة الشهرية او بسمها ايه? الطمز. يبقى ما اقول لك الدورة الشهرية هي عبارها عن ايه? هي خروج دم الحيض. خروج دم الحيض من الفتحة الانثوية. من اربعة الى خمس ايام. بسمها ايه? الدورة الشهرية. للدورة الشهرية عبارة عن ايه? خروج دم الحيض من الفتحة الانثوية من اربعة الى ايه? الى خمسة ايام. طيب لو حصل انسداد للقناة ربط مثلاً قناة فالوب ايه اللي يحصل? طبعا يمنع وصول الحيوان المنوي الى البويضة بالتالي عادة بحدوث ايه? الاخصاب. عشان كده ربط جراحيا احدى طرق منع الحمل. يبقى ما اقول لك علي ربط جراحيا تعتبر احدى طرق منع الحمل. ليه? لان هذا يعمل على منع وصول حيوان المنوي الى البويضة. وبالتالي عادة حدوث مين? الاخصاب. في طرق اخرى لبعن الحمل. زي مسلا عندك الاقراس. والاقراس دي بتمنع التبويض. وفي كمان عندك اللولب. وده بيمنع ايه? استقرار البويضة المخصبة في بيطانة الرحم. وفي كمان الواقع الزاكري ده بيمنع دخول الحيوان المنوية الى ايه? الى المهبل. طيب. في تشابه ما بين عمية الاخصاب في كل من النبات والانساء. اول حاجة انه بتتم بين مشيج ايه? مشيج مؤنس ومشيج مذكر. وكل من هما سواء مشيج مؤنس او مشيج مذكر احتموا على ايه? نصف المادة دورة السليلة. بتتم بين ايه? مشيج مذكر ومشيج ايه? مؤنس. المشيج المذكر بالنسبة للنبات وباللقاح. طيب. وبالنسبة الانسان الحيوان المنوية. المشيج المؤنس في النبات والحيوان والانسان البويضات. طيب. بقى الحاجة بتتم بمشيج مذكر ومشيج مؤنس. طيب. المشيج المؤنس بيكون ساكن. يبقى ده بيكون ايه? ساكن. اما المشيج المذكر بيكون ايه? متحرك. كون متحرك. طيب بيانتج عن عمية الاخصاب. هم? بيانتج عنها ايه? ازاي جوت. يبقى ازاي جوت? بيانتج من عمية ايه? الاخصاب. والزاي جوت بينقسم عجل انقسامات متتالية. ويتكون ايه? فرد جديد. الفرد دوت بياجب مع بنصفات مين? الفردين الابويه. اللي هو مذكر وايه? والمؤنس. فتعنا نشوف بعد كيبه امراض الجهاز التناسلي. امراض الجهاز التناسلي. امراض الجهاز التناسلي دي بتنقسم الامراض متعلقة بالجهاز التناسلي سواء في الانسة او في الزكر الى نوعين. او النوع امراض تنشأ دون الاتصال الجنسي بشخص مريض او حامل للمرض. وفي امراض تنشأ بقى. نتيجة الاتصال الجنسي. اتصال الجنسي بشخص مريض او حامل ايه? للمرض. طيب. الامراض بتنشأ دون اتصال الجنس زين سرطان. الرحم. وسرطان. البرستاتا. وحم النفايز. حم ايه? النفايز. اما الامراض اللي بتنشأ دي يجي داتصال الجنسي. زي السيلان. والزهري. والايدز. يبقى ما اقول لك استهرق الكلمة الشازة. واسكر ما يربط بين بقى الكلمات. سرطان الرحم. سرطان البرستاتا. حم النفايز. السيلان. طبعا بحزف مين? السيلان. ودي عبارة عن ايه? امراض تنشأ دون اتصال الجنسي بشخص مريض او حامل للمرض. او السيلان الزهري. الايدز. حم النفايز. يبقى اشير حم النفايز. الربط بينهم ايه? امراض تنشأ. ندية اتصال الجنسي بشخص مريض او حامل ايه? للمرض. طيب استهرق الكلمة الشازة. سرطان البرستاتا. والايدز. والحزبة. طبعا بحزف مين? الحزبة. ودي عبارة عن ايه? امراض الجهاز تنسولي. امراض مين? الجهاز تنسولي. طيب يعني ايه? فترة حانات المرض. فترة حضانة المرض. دي الفترة الزمنية. الفترة الزمنية. من بدء العدوى الى زهور اعراض المرض. يبقى ايه? فترة حضانة المرض. الفترة الزمنية. من بدء العدوى الى زهور اعراض المرض. طيب الشخص حامل المرض. الشخص حامل المرض. شخص يحمل المكروب. المسبب للمرض. دون ان تظهر عليه اعراض المرض. يعني هو عنده مكروب. بس مش بين عليه ايه اعراض. المرض خالص. يسمي ايه? شخص حامل المرض. يبقى الشخص الحامل المرض هو عمبر عن شخص يحمل المكروب المسبب بالمرض دون ان تظهر عليه ايه? اعراض المرض. طيب هناخد بقى ايه? حم النفاس ومرض الزهري. انا شوف الاول مرض حم النفاس. مرض حم النفاس اللي بتسببه نوع من بكتريا بتكون بكتريا كرويت الشكل. يبتسببه ايه? بكتريا كرويت الشكل. هم تجstanding دايبا اكمل. يبتسببه نوع من بكتريا كرويت ايه? كرويت الشكل. هيبترك العدوى ايه? بترك العدوى او اسباب انتقال المرض اول حاجة رقم واحد الجروح المصاحبة لعملية الولادة رقم واحد يقول الحاجة ايه الجروح المصاحبة لعملية ايه الولاد يبقى دي اول سبب من اسباب ترك العدوى طيب السابق تاني ني انتقال البكتيريا المسببة للمرض من رزاز شخص مصاب بالتهاب حاد في الحالق او اللذاتين الى مهبل الام حديثة ايه الولاد تسابتين طيب فترة الحضانة فترة حضانة المرض وان فترة الحضانة يعني ايه فترة زمنية من بدء العدوى الى زهور اعراض المرض كان بقى من واحد الى اربع يوم من واحد الاربع تيان طيب ايه اعراض المرض اعراضه ايه المرض ده اعراضه اول حاجة ارتفاع كبير في درجات الحرارة الجسم يبقى ارتفاع كبير في درجات حرارة اتنين الجسم اتنين قشعاريرة وشحوب في الوجه طيب تلاتة الام حد اسفل بطن طيب اربعة خروج افرازات كريهة الرائحة من الرحم يبقى ايه اعراضه اول حاجة ارتفاع كبير في درجات الحرارة الجسم قشعاريرة وشحوب في الوجه الام حد اسفل بطن خروج افرازات كريهة من ايه من الرحم طيب ايه طرق الوقاية اول حاجة لابد من تعقيم تعقيم ايه تعقيم ادوات الجراحية اسنة الولادة وكمان القائمين على العالمات الولادة لابد من ارتداء الكمامات يبقى ارتداء الكمامات اسنة عامات من الولادة اللي هي ابنها يعني ان عدم اختلاط الام فور الولادة باشخاص مصابين بايه بامراض الجهاز التنفسي طيب ايه كمان ابتعاد الام ابتعاد الام بعد الولادة لايه للطيارات الهواء ايه عن الطيارات الهواء ايه طيب ليه لحمايتها من الاصابة بالتهابات الحلق او اللوزتين ودي ممكن تسبب لها ايه مرض حم ايه النفايز يبقى طولك الوقاية ركم واحد تعقيم الادوات الجراحية اسناء عملية الولادة كمان القائمين على العملية الولادة لابد من ارتداء الاقناعة اللي هي الكمامات عدم اختلاط الام فور الولادة باشخاص لديهم امراض بيمتعلقها بجهاز التنفسي ابتعاد الام بعد الولادة عن الطيارات الهوائية عشان نحماها منين من التهاب الحلق او الوزتين ودي سبب لها ايه مرض مين حم النفايز طيب تعالى نشوف بعد كده المرض التاني اللي هو مين مرض الزهري مرض الزهري طيب هنا البكتيريا بقى هتكون شكلها ايه حلزونية الشكل ايه بكتيريا حلزونية ايه الشكل يبقى بكتيريا حلزونية الشكل طيب ايه طورك العدوى طورك العدوى الاتصال الجنسي الاتصال الجنسي بشخص مصاب بالمرض طيب رقم واحد اتنين من الام المصاب الى الجنين من الام المصابة الى الجنين اثناء فترة الحمل وده عن طريق مين الحمل السوري وكمان اثناء ايه اثناء الولادة طيب فترة الحضانة المرض كان من اتنين الى ثلاثة اسابيع اعراض المرض اعراض المرض ايه اول حاجة كرحة صلبة بس غير مؤلمة فين على طرف العدوى التناسولى في الزكر طرف مين العدوى التناسولى في الزكر وفي المهبل واعلى عنق رحم الانسة طيب ايه كمان طفح جلدي طفح جلدي بلون نحاسي غامق على يد وظهر ايه المريض يبقى ثاني مرض الزهري بتسببه ايه بكتيريا على زورة الشكل طيب العدوى الاتصال الجنسي لشخص مصاب بالمرض او من الام المصابة الى الجنين سواء اثناء الولادة او حتى ايه اثناء فترة الحمل عمطل الحمل السوري فترة الحضانة من اتنين 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 طيب اعراض المرض كرحة صلبة غير مؤلمة فين على طرف العدو التناسولى للزكر وفي المهبل واعلى عنق رحم الانسة طيب ايه كمان طفح جلدي بلون نحاسي غامق على يد وظهر ايه المريض طيب تعالي نشوف توقع الوقاية اول حاجة الابتعاد عن ايه عن العلاقات الجنسية العلاقات الجنسية خارج اطار الزواج خارج مين اطار الزواج كمان تجنب الاناس الانس ايه المصابة بالمرض الاحتمال حدوث حمل يبقى الانسة اللي مصابة بالمرض ان تتجنب حدوث ايه حمل ده مانة الايه الانتقال المرض الى مين الى الجنية طيب لو حصل بقى احمال علاج المريض المصاب بالزهري في المراحل المتقدم يقدي الى ايه دي بقى سؤال بيه في امتحان دايمان ما النتاج matters تتبع على اهمال علاج المريض بالزهري في مراحل المتقدم. اول حاجة. الاصابة باورام. قدل ايه? اصابة باورام. فين? في مناطق متفرقة بالجسم. زي الكبد. وزي العزام. وكمان اعضاء من الجهاز التناسولي. يبقى الكبد والعزام واعضاء من الجهاز التناسولي. طيب ايه كمان? فين? في المخ. ويؤدي الى ايه? الوفاة. طبعا ممكن علاج مرض الزهري في جميع المراحل السابقة. الغطاء الطبي لقاعدة الحمام. الناس اللي بيستعمل الحمامات في الامريكيين العام. لابد من تغطية قاعدة الحمام بغطاء طبي. والغطاء دهواز بيستعمل لمرة واحدة فقط. لمرة واحدة فقط. طب مصنوع من اين? مصنوع من البلاستيك رقيق. ويكون على هيئة حلقة دائرية مفرغة. طب ليه? للوقاية من الامراض الجلدية والتناسولية المعدية. الوقاية منين? الامراض الجلدية والتناسولية ايه? المعدية. طب نجيها منين من السادليات. طيب اخر شبع. التدخين. اثر التدخين والادمان على الصحة الانجابية. اول حاجة. التدخين الناس يتدخن ده بيؤثر على الذكور. انه بيقلل ايه? بيقلل من افراز هرمون التستسترون هرمون الذكورة. يبقى تدخين بيعمل ايه بالادمان? بيقلل من افراز هرمون التستسترون لهرمون الذكورة. طيب وبالنسبة الاناس الانس اللي بتدخن. ده بيقلل من افراز هرموني واتنيين. لهو الاستروجين وبروجسترو. طيب يؤدي لأيه? موت الاجنة والاطفال كمان حدث الولادة. حدث ايه? الولادة. وكمان يؤدي لأيه? زيادة معدلات التشوهات الخلقية للاجن. احنا كده خلصنا منهج. كل سنة وانتو طيبين. ان شاء الله فيديو الجاي نحل فيه ايه? التدريب.